صورة اليوم اخترناها لكم من الولايات المتحدة الامريكية وهذه الأخطاء القضائية التي تكلف مواطنيها سنوات طويلة جدا من السجن قبل أن تصدح براءتهم كيفون ستريكلاند واحد من هذه الأخطاء وصورته كافية لتوضيح الأضرار وهو الذي دخل السجن بعمري 18 سنة العام 1978 بتهمة جريمة قتل ثلاثية أصر دائما أنه بريء منها لكن المحكمة كان لها رأي آخر آدنته ليقضي في السجن 43 سنة ويخرج منه بعمري 62 عاما على كرسي متحرك ومضمر نفسيا بشكل كامل يقول بعد أسبوع من الحرية أحسني دائما في السجن لا أستطيع حتى إجراء حوار عادي مع الناس في الخارج في الصباح أبقى هادئا في غرفتي زنزانتي أنتظروا الجرس خرجت من السجن لأجد أن الحياة لدي انتهت والدي توفي أختي ابنتي التي خلفتها وليدة أسابيع لم أرها إلا خمس مرات طيلة هذه سنوات الطويلة كيفون حتى الآن لا يفهم كيف أدنته المحكمة واثنين من منفذ الجريمة أقسم أمام المحكمة بأن لا علاقة تربطه بالجريمة لكن المحكمة أخذت بشهادة ناجية من الجريمة اتهمته وعادت بعد سنوات طويلة لتتراجع عن اتهامها متحدثة عن ضغوط تعرضت لها من قبل أمن كينسا سيتي هذا ما لدينا في صورة اليوم واحدة من أغرب قضايا القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وصورتها السجين رغم حريته كيفون سريكلاند لا زال يحس نفسه في السجن ترجمة نانسي قنقر